عالم الدين مثلي وأمثالي من الممكن أن في داخله يعتقد أنه أعمال الناس كلها خرابيط ما يلتزمون لا بطهارة ولا بأعمال عدلة ولا يتوضى عدل ولا يغتسل أي كل أعمالهم كذا أنا أنا اللي أعرف الأحكام تمام وأطبقها من مثلي حتى العالم حتى أمثالنا من المتحدثين في الدين من الممكن هذا يصير عندها وأنا يعني الحمد لله وإن كان يقدم بعضهم إليك أنا ما أمدح نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا وتعالوا شوف واش يقول بعد ذلك طيب فمن الممكن أن تصير عنده الإنسان العادي من الممكن أن تصير عنده عالم الدين من الممكن أن تصير عنده الإنسان المثقف أنا قريت مجموعة كتب اللي فيها من هذا اللوجي واللوجي واجد زين؟ أبستامولوجي وما أدري أيديولوجي وإلى آخره ما دام صرت أحفظ هالأشياء بعد خلاص شنو تنصت إلى هذول العوام من الناس اللي ما يفهمون الهر من البر كما يقولون دولة مع نوافل وزيارات وصلوات إحنا لا إحنا شيء آخر أصلاً فقد يحدث للإنسان هذا قلت عالم يحدث إلى إنسان غير عالم بالمعنى المتعارف يحدث إلى مثقف يحدث إلى غير مثقف يحدث إلى لذلك الإنسان يقدر يتغلب على هذا دائماً بأن يشعر نفسه حقيقة شوف مثلاً في الأدئة اللهم إن أصبحت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً أعترف على ذلك بنفسي أنا إنسان عبد أصبح الصبح ما أدري أصلاً شنو لا أمتلك في هذه الدنيا خياراً أنا تحت رحمتك يا رب وتحت لطفك لا أستطيع أن أقدم ولا أستطيع أن أأخر الرزق مو أنا أسويه أنت تسوقه إليه أنت تدفع عني وأنت تمنع عني وأنت ترزقني وأنت تعطيني وأنا لا شيء إذا وصل الإنسان إلى هذا الأمر لذلك مهم من المستحبات أن يبدأ الإنسان يومه بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصبحنا وأصبح الملك الله والأمر لله والخلق بيد الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كل شيء أنا ما أقدر أسوي إلا ما وفق إليه ربي وما أعانني عليه